حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إيدي بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة التميمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال هذا أبنك قلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر حدثنا سفيان بن عيين تحدثني عبد الملك بن أبجر عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأة التي بظهره فقال يا رسول الله هلا أعالج هلاك فأني طبيب قال أنت رفيق والله الطبيب قال من هذا معك قلت ابني قال اشهد به قال أما إنه لا تجني عليه ولا يجني عليك اسم أبي رمثة التميمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة قال أبي إني طبيب ألا أبط هلاك قال طيب ها الذي خلقها قال وقال لأبي هذا أبنك قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه حثنا عبد الله حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة التميمي قال كنت مع أبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا فوجدنا فوجدناه جالسا في ظل الكعبة وعليه بردان أخضراني حثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك قال فدخل نفر من بني فعلا بتابني يربوعا فقال رجل من الأنصار يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيون الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تجني نفس على أخر مرتين حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار هو أبن الريان حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال أنطلقت مع أبي وأنا غلام فأتينا رجلا في الهاجرة جالسا جالسا في ظل بيت عليه بردان أخضراني وشعره وفرة وبرأسه ردع من حناء إن قال فقال لي أبي أتدري ما هذا فقلت لا قال هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيق قال حدثنا الضحاك بن حمزة عن غيلنا ابني جامعا عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكثم وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كيبيه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كري بن الهمداني حدثنا أبن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة التميمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء وذكره حدثنا عبد الله حدثنا العباس الدولي حدثنا عمر بن حافص بن غياث حدثنا أبي عن الشيباني عن إيدي بن لقيط قال حدثني أبو رمثة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال ابنك هذا قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا أبو سفيان الحميري حدثنا الضحاك بن حمزة عن غيلنا بن جامع عن إيدي بن لقيط عن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكثم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه شك أبو سفيان معاد ترجمة نانسي نقن